في كلمة خلال لقاء رفيع المستوى حول موضوع الحوار الاجتماعي ركيزة أساسية لدولة اجتماعية متينة أبرز المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبير فوسون هونجبو الإرادة السياسية البناء للحكومة المغربية من أجل النهوض بالدولة الاجتماعية الكفيلة بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وخلال هذا اللقاء المنظم بمبادرة من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أكد السيد هونجبو أن هذه الإرادة السياسية تندرج في إطار بعد اجتماعي واضح تم تبلورته بعناية وتنفيذه من قبل الحكومة المغربية في تناغم تام مع باقي الشركاء الاجتماعيين لا سيما أرباب المقاولات والمنظمات الاجتماعية إنها مناسبة للتأكيد على أن الحوار الاجتماعي ينبغي أن يكون في صلب أي استراتيجية للتنمية الاقتصادية وأنوه بالتوافق الذي طبع الحوار الثلاثي الأطراف بالمغرب بين الحكومة وأرباب المقاولات والنقابات الذي تم وفق مقاربة بناء هذه المناظرة الرفيعة للمستوى هي الأولى من نوعها بالنسبة للمغرب وبالنسبة لعداد كبير من دول العالم حضور زعماء النقابات حضور المدير العام لمنظمات العمل الدولية وحضور الحكومة وحضور ممتل أرباب العمل أولا للتأكيد على أن هناك تفرد للنموذج المغربي بقيادات صاحب جلال الملك محمد السادسة الصراوضة عنده رؤية استباقية في القرن الواحد والعشرين يعني تعترف بها اليوم المؤسسات الدولية وتمحورت باقي المداخلات بالأساس حول العلاقة الجوهرية بين الحوار الاجتماعي والدولة الاجتماعية لا سيما الأدوار الحاسمة التي يضطلعان بها استراتيجيا ووظيفيا سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي ترجمة نانسي قنقر